اهلا بكم في آية جديدة في برنامج آية في حكاية آية اليوم من صفر الحكمة صح 8 آية 5 بيقول إذا كان الغنى ملكا نفيسا في الحياة فأي شيء أغنى من الحكمة صانعت الجميع وهنا الحكمة مقصود بها المسيح لو المجد هو ابن الله فما فيش حاجة أغنى من المسيح نفسه فيقول إذا كان الغنى ملكا نفيسا في الحياة لو كان فيه ناس فرحانة إنه بقى عندها فلوس كتير إمكانيات كتير مديات كتير ممتلكات كتير فلازم ياخدوا بالهم إنه هما كده ممكن يبقوا أغنية لو كان ربنا موجود في حياتهم من غير ربنا كل ده ما يبقاش ليه أي معنى عشان كده مرة واحد قال كلمة يعني صعبة شوية قال الإنسان ده فقير قوي لدرجة أن الحاجة الوحيدة اللي بيمتلكها هو المال الحاجة الوحيدة اللي عنده هي الفلوس لكن ما عندهش حاجة تاني هو مش غني في محبته في سلامه في رجاءه في عطاءه في ودعته في اتضاعه ما عندهش حاجة يملكها غير المال فطبعا دي تبقى حاجة صعبة قوي يبقى إنسان فقير قوي وفي سفر الرؤية عارفين كلنا الآية المشهورة لما ربنا اتكلم مع ملاك إحدى الكناس وقال له أنت بتقول أن أنا غاني وقد استغنيت ولم تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان يعني أنت شايف نفسك أن أنت عندك كتير وحياتك حلوة أو زي الفل من برة لكن للأسف أنت فقير قوي ما عندكش حاجة خالص لأنك ما عندكش إيه توب البر بتاع المسيح ما عندكش النعمة ما عندكش الغنى الإلهي ما عندكش محبة ربنا ما عندكش العطاء للآخرين ما عندكش مخاف طالله ما عندكش الوصية فعشان كده الغنى نفسه هيفيد بإيه إذا كان الغنى ملكا نفيسا حاجة غالية الناس بتقول لها بتجري عليها في الحياة فأي شيء أغنى من الحكمة صانعة الجميع ما فيش حاجة أغنى من المسيح نفسه مهما كانت كل حاجة تتحطى عند رجلين ربنا فهل إحنا كمان كل ما ربنا بيدينا حاجات بنستخدمها لأجل خير الآخرين ولأجل العطاء ولأجل الحب وهل هو المسيح أغلى حاجة عندنا في إنجيل معلمنا متى صاح 13 قال يشبه ملكوت السموات كنزا مخفى في حقل وجده إنسان ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل لابال الدسين وخصوصا قديس مقاريوس الكبير قال إن الكنز ده هو المسيح له المجد وقال كمان يشبه ملكوت السموات إنسانا تجيرا يطلب لألي حسنة لما وجد لقلقة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها مين هنا اللقلقة برضو المسيح له المجد يبقى باخت الإنسان اللي اكتشف إن المسيح الكنز والمسيح اللقلقة والمسيح الغنى اللي هو صانع كل شيء صانع فلوسنا بس صانع فلوسنا وصحتنا وزكائنا ووقتنا وعلاقاتنا وهو صانع كل شيء وكل عطايا الحياة الحلوة اللي احنا ممكن نعيش فيها هي جاية عطية من إيده هو فقوة عنفتكر إنه الغنى ملكا نفيسا لا ده في حاجة أجمل من الغنى اللي هي الحكمة صانعة الجميع زي ما قال في سفر الحكمة صح 8 آية 5 لإلهنا كل مجد وكرم الأبن آمين ترجمة نانسي قنقر